أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء من الرافدين تموز شهر الثورات والانقلابات في العراق الحديث شهد حراكا جماهيريا محتجا في البصرة أولا مطالبا بالماء والكهرباء وفرص العمل في شركات النفط ثم امتد إلى مدن جنوب العراق والفرات الأوسط وإلى مناطق في بغداد العاصمة وارتفع سقف المطالب ليصل إلى اقتلاع جذور العملية السياسية الفاسدة فكيف ستكون السياسة الأمريكية تجاه العراق وكيف يفسر الموقف الأمريكي تجاه تظاهرات العراقين وهل سيستمر الدعم الأمريكي للحكومات الفاسدة في العراق هذه الأسئلة مشاهدين الكرام غيرها سنناقشها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء بعنوان السياسة الأمريكية تجاه العراق بعد التظاهرات نرحب أولا بضيفنا في الأستاذ سيد شاهو القرداغي الباحث المتخصص في الشأن العراقي مرحبا بك سيد شاهو أيكم الله وسأكون معنا أيضا عبر الهاتف من واشنطن دكتور عبدالوهاب القصاب الباحث الأمني والاستراتيجي نرحب بك دكتور عبدالوهاب معنا أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام إذن سيد شاهو عموم التظاهرات في العراق منذ عام 2003 لم تحقق الأهداف التي خرجت من أجلها طبعا بسبب قمع الحكومة وأيضا دعم الأمريكي لها وتغول المنشيات في الساحة العراقية وعدم وجود إرادة دولية حقيقية لدعم الشعب العراقي للخروج من أزمته هل الوضع مختلف الآن في هذه التظاهرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية الآن إلى الآن المظاهرات تقتصر طلب مطالباتها على المجال الخدم تحسين الكهرباء والماء والخدمات الأخرى ولم تصل إلى مطالب جذرية قد تؤدي إلى تغيير شامل في العراق ولذلك نرى أن الحكومة العراقية إلى الآن تحاول امتصاص غضب الجماهير عن طريق إجراءاتها رأينا أن الحكومة العراقية بدأت بقمع التظاهرات فتح يد الميليشيات والقوات الأمنية للسيطرة على الوضع ثم قطع الأنترنت الآن بدأ بإجراءات لإقناع المتظاهرين أو لتغديرهم عن طريق سحب يد وزير من الوزراء وقد ينوي سحب يد الوزراء الآخرين في سبيل تهدية الشارع نحن رأينا أن مادام المتظاهرين قد شكلوا خطر على النظام السياسي في العراق وأيضا رفعوا شعارات ضد المرجعية الدينية التي تمثل الغطاء الشرعي لهؤلاء الموجودين والتي دعت المواطنين العراقين للمشاركة في الانتخابات بعد 2003 وأيضا كانت الدعم الرئيسي لهؤلاء السياسيين نرى أن حتى المرجعية تدخلت لتغدير المتظاهرين وتعليق كافة المشاكل على الحكومة القادمة التي سوف تتشكل ودعوة المتظاهرين إلى أن يكون مطالبهم محدودة وينتظروا الحكومة القادمة وبالتالي دفن خطاب المرجعية أيضا مطالب المتظاهرين وعلقها على الحكومة القادمة التي قد يأتي ومن المؤكد أنه سيكون مستمرا لنفس السياسات التي اتخذها هذه الحكومة وبالتالي هذه المعطيات نرى أن قد لا يكون هناك نتائج إيجابية لهذه التظاهرات رغم أنها تبين أن الحاضنة الشعبية للأحزاب السياسية الموجودة الفاسدة خرجت عليهم وانقلبت عليهم وهذا أهم شيء أن الذين طالبوا بهذا النوع من الحكم الأيدولوجي الآن هم يعانون من هذا الحكم فالدولة الميليشياوية سواء كانت ميليشيا مذهبية أو ميليشيا غير مذهبية لا تستطيع أن تؤسس دولة بل تكون دولة ميليشياوية خارج عن القانون نحن نرى أن الآن هناك نموذجين للحكوم في لبنان وفي العراق الشعوب في لبنان وفي العراق حتى المكون الشيعي الذي يتحدث هؤلاء باسمهم غاضبون ناقمون عن هذا الحكم هذا مكسب جيد من خلال تطور الوعي وعي المواطن العراقي وصل إلى درجة من الوعي أنه لا يريد هذه الطبقة ولكن لا يمكن أن يصل إلى تغيير شامل كامل للمنظومة السياسية نا لتوافر الأسباب التي من الممكن قمع المتظاهرين وتقسيمهم والتوجيه الخيانة والاتهامات إليه نا دكتور عبدالوهاب بالقصاب من واشنطن السفارة الأمريكية في بغداد أعلنت دعمها التظاهرات والسعدادها محاربة الفساد بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف السياسية العراقية إلى البدء بحوارات جدية لتشكيل الحكومة الجديدة والاستجابة لمطالب المتظاهرين ما الذي تقرأه من بياني السفارة الأمريكية والأمم المتحدة وما تفسيرك لتأخر إعلان موقفهما بالتأكيد إذا ما عرضنا أن نحيط لأعوام الموطوح الولايات المتحدة لديها مجموعة هولويات حقيقة أنا أضرح أنه لن يرى ليس واحد من هولوياتها الحالية لكن الذي دفع أو الذي تسجع على تكون الأمور أكثر إيجابية إذا ما تمكننا أن نقول أن الموقف الأمريكي الجديد من إيران قد يرتفع في إيران لا تعودها في قيلة الخمشة عشر عاماً الماضية من الإدارة الأمريكية أن تنبر إلى العراق مما يمكن أن تسميه دغوة القوالب الجاهز القالب الجاهز هو أن هناك انتخابات أن هناك كتلة فائزة وأن هناك من يمكن أن يشكل الحكومة الشعار الوحيد الذي ترفعه الجهة الأمريكية قيلت هذه الدورات الانتخابية الأربعة التي مضت أنه ينبغي أن يأتي رئيس الوزراء مثلاً لعراقيين كلهم وأن يكون بعيداً عن الطائفية وأن يحارب الفساد هذه المرتكزين الأساسية التي يتحدثون عنها ولكن عند التقليق العملي نجد أن هذه الطلبات تتبطر ثم نجد أن هناك تماهياً واضحاً من جهة القرارة الأمريكية ممثلة بمندوب موجود في المنطقة غير صفوق وربما منحاج ومندوب بإمكاني أن تسميه هذا الرجل يغدي واحد في كل مجموعة من المعلومات التي أرى أنها ليست منطقية وأستغرى بعضاً نفس الوقت أن أجلت من المعلومات الأمريكية الأخرى الموجودة ذات الاختمام في الساحة وفاسد مقاليمة CIA ثم الاستخبارات الوطنية ثم الاستخبارات الأكثرية لسنتاجون ثم دور سنتاجون نفسك ومخطط بوجود صواته على الأرض هذه كلها أنا أعتقد أنها تعرف حقيقة القالة على الإراق من ناحية في منة الميليشيات التي هي الوجه الآخر لداعز حقيقة أن الميليشيات الشيعي المدعوة من إيران هي وجه آخر من أو جه ما يسمى بالإرهاب الذي مثلته مجموعة داعش المقاتلة الآن لماذا لماذا الموقف الأمريكي مترجي للعاقبة وغير وضع من ناحية أخرى أنا أعتقد بأن الموقف الأمريكي تيقصى متأركحا إلى اللحظة التي يتحرك الشارع كامله يعني لا زال يستقرأ الوضع الدكتور عبد الروهاب بحيث أن يعني هنا ندخل إلى المتحدة ستتحول حتى الأمم المتحدة من وقفها المناطق تشكيل حكومة وتشاورات من مجموعة القاسدين التي أودت في الإراق طيلت 15 عاما إلى هذه المرحلة النقطة الإيجابية التي أرى أنها قد تكفع بسجاه تنقص على الفيديوكي هو أن المتظاهرين كما أشار الزفيري السبيقي والجمالي الأخ أضيط في الستوديو أن المتظاهرين قد تقتوا على موضوعين كما يهيبنا على بأي العام الموضوع الأول هو هنا نفس المشار لاحظنا أن العديد من مقرار هذه المشاريع تحرقت مهجمت ورفعت شعارات عالية تكتفل بها والموضوع الثاني وهو المهم جدا هو أن المرجعية النجفية لم تعد لها تلتة الأيمنة وتلتة الخطية التي كانت تظن بأنه تتمتح بها وبالحقيقة يعني واقع الحال انعكس هذا في المحاولة التهديئية التي يؤثت في خطة في ناس الكربلائي أخيرا والذي دع الحكومة لمعالجة الموضوع وإلا فإن على الناس أن يأخذوا طريقهم بتحقيقة ذلك نعم هذا نحاول انتصاص المتنوع على المرجعية تخديرنا أعود إلى الموضوع الأمريكي الموضوع الأمريكي سيبقى سأرجحان سيبقى غير ثابت أولاً لوجود هذا المبعوض غير موثوق به من وجهة نظر الوطنيين هذا واحد والموضوع الثاني أن هذه المظاهرات إذا ما تجاوزت نهائياً خط الرجعة مع الأحزاب السياسية الحاكمة الشيعية تحديداً نعم ومع المرجعية أعتقد أن هناك موقفاً عالمياً جديداً سيتغير إذن الموقف الأمريكي نعم طيب أيضاً سيد شاهين محمد الباحث والمحل السياسي هاتفياً نرحب بك أولاً سيد شاهين بعض المصادر ذكرت أن واشنطن بدأت تحذر السياسيين من فوضى قد تحدث في العراق بسبب هذه التظاهرات وأن واشنطن تحاول إقناع الكتل السياسية بتمديد ولاية العبادي في حكومة إنقاذ كما تسمى بيكون رئيسها العبادي لمدة محددة قد تكون سنتين وبإشراف دولي ما تعليقك على هذه الأحداث أو الأخبار من بعض المصادر بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هذه التسريبات ليست واقفتها ولا تفكر الحكومة الأمريكية إلا بمقالحها ولحد الآن لم تعلن الحكومة الأمريكية تغيير استراتيجيتها في تراغ هذه العملية السياسية هذه إذا ما أرادت من التخلص إلى عملية حكومة المؤقتة أو الحكومة فعليه قوة الإعلان على أنها أصطفت مشاركة في العراق العملية السياسية هي إنها أمريكي مستقل مئة في المئة يستخدم أدوات تنظر لها هذه الأعزاب فلم تعلن أمريكا لحد الآن تنازل الحكومة الأمريكية السياسية حتى تأتي بتغيير آخر هذه التسريبات لا هي إلا وسائل بتأجيل وتخدير المطالبها وعاكباً لن يتم مثل هذا لأن الأمريكا هي التي جاءت بمشروع الفوضى الثالثة نعم سيد شاهين أعتذر منك سنتصل نعيد الاتصال بك بعد قليل لأن الصوت يصلنا متقطعاً سيد شاهو أيضاً بسبب الضغط الشعبي الآن من جراء هذه التظاهرات والاحتجاجات التلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي قدم مقترحاً لتشكيل ما سمها بحكومة إنقاذ وطني لمدة سنتين أو ثلاث سنين تأخذ على آتقها إيقاف العمل بالدستور الحالي وتكليف لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد دستور مؤقت لمدة عشر سنين كما حسب مقترح إياد علاوي هل هذه الحلول برأيك مثمرة؟ أعتقد أن أي حلول تنبثق من الوجوه الموجودة التي حكمت وفشلت لا تكون حلول مجدية الأطراف الموجودين على الساحة السياسية حالية في العراق السياسيين كل طرف يفكر في حصته من الكعكة وكلما شعر أن حصته قد ينخفض أو قد يقل يطرح حلولاً تتوافق مع نظرتي وجهتي السياسية الآن آيات علاوي وغيروا من السياسيين نرى أنهم يطرحون نفس الاقتراحات كل فترة يكون هناك أزمة سياسية ولا أحد يصغي إليهم وبالتالي لا أعتقد أن هذه الخطوات خطوات مجدية وخاصة إذا لم يكن هناك دعم دولي حقيقي لهذه الخطوات الإدارة التي فشلت الوجوه السياسية التي فشلت الحزاب التي فشلت سواء كان لديها المشروع الحالي أو ألغت الدستور وجلبت مشروعاً جديداً لا يمكنها أن تغير تغييراً حقيقياً إلا بمحاسبة ومعاقبة جميع المنخرطين بالفساد من الحكومات السابقة هنا يكون هناك تغيير فعلي ولكن إذا جلبوا مجموعة من الوجوه القديمة والتي شاركت بالفساد وعطوهم السلطة من جديد هل سيكون هناك تغيير؟ لا يمكن أن نجرب شيئاً مرتين وننتظر نتيجة مختلفة نفس النتيجة سوف تخرج ولكن بوجوه جديدة نحن نعتقد أن البناء السياسي والوجوه السياسية التي دمرت العراق وأيضاً فسدت في العراق يجب أن تحاقب وتحاسب الآن هناك أصوات تخرج اعتذارات للشعب العراقي من بعض القيادات العسكرية والأمنية ماذا يفعل الشعب بالاعتذار؟ الاعتذار يحصل عندما تترك السلطة وأيضاً تخضع للمحاكمة وبعدها تعتذر للشعب هؤلاء يعتذرون ويطلبون السماح ويعترفون بخطائهم مستمرون في الحكم إذن إما أن المشكلة في الشعب الذي تم تخديره بحيث يرى هذا الأمر ولا يتفاعل معه ولا يخرج ضدهم وإما أن المشكلة فيهم هم يدركون أن الشعب لا يستطيع أن يخرج وبالتالي يعتذرون حتى يجملون صورتهم ولكن نسبة الوعي عند المواطنين زادت وبالتالي تم ردت فعل تجاه هذا الخطاب الاعتذاري ونطلب السماح كان استهزائيا من قبل الشعب لأنهم أدركوا أن هذه الأمور لا تفيد والآن أي خطوة أي خطوة من قبل أياد الله أو غيره لا تأتي بدعم دولي موافقة دولية يكون دعم دولي لجلب وجوه جديدة لإخراج النفوذ الإيراني لا يمكن التعويل عليه طبعا الآن حتى أفوا الخطوة للعبادي بقالة وزير الكهرباء مؤخرا قابلها يعني الشعب العراقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بازدراء طبعا هذه الخطوة يجب أن نوضح سبب هذه الخطوة عندما استجدى حكومة العبادي إيران باستمرار منح الكهرباء للعراق قال وزير الكهرباء قال أن إيران هي سبب قطع الكهرباء وبالتالي هذا عقوبة لهذا الوزير لأنه شوه سمعة إيران عند الواطنين العراقيين وبالتالي هذا حكومة كلها مسؤولة برئاسة الوزراء كلها مسؤولة عن ناسم خطوة العبادي هي الامتصاص غضب الإيرانيين وليس الامتصاص غضب الشعب أيضا لا يهتم بالشعب والفترة التي فترة حكم العبادي ليست مشجعة حتى نعطيه سنتين آخرتين سيكون امتدادا للفساد والفوضى سيستمر طيب أعود أيضا مع سيد شاهين محمد من ستوك هولم هاتفيا الباحث والمحل السياسي نأمل أن يكون الصوت الآن أفضل سيد شاهين هل تعتقد أن السلوك الأمريكي القادم تجاه العراق بعد هذه الاحتجاجات ستكون له اليد الطولة في الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية بعد سنين من غضة طرف عن السيطرة الإيرانية على العراق سيد شاهين محمد تسمعوني إذن هناك مشكلة طيب دكتور عبدالوهاب بالقصاب زميل المركز العربي للأبحاث من واشنطن بعض المصادر ذكرت أن واشنطن بدأت تحذر السياسيين من فوضى كما قلنا قبل قليل وبن أجل ذلك بعض المحللين السياسيين يرى أن السياسة الأمريكية تجاه العراق قد تأخذ واحدا من من اتجاهين الاتجاه الأول يتمثل بالاعتماد على مجموعة جديدة لحكم العراق لإعادة ترميمه ولكي يعود يمارس دوره من جديد طبعا هذا بالدعم الأمني الأمريكي المدعوم خليجيا هذا الاتجاه الأول أو أن يكون اتجاه آخر هو إعادة التقسيم مشروع بايدن جيز بايدن أن تعود وتلجأ الإدارة الأمريكية إلى هذا المشروع ما تعليقك سيد عبدالوهام يعني نبين أنا حقيقة بايدن في وقتها في مشروع شيء أفضل أخذ مدن يعني يزيل على ثمان سنوات التي هي عصبة السينقراطيني في قبائل سوباما والتي في وقع حال شجعت الميليشيات شجعت على تدخل إيراني واسع النطاق فتتت المجتمع العراقي في شجل كبير لكن هناك نقطة مهمة جدا أنا أشعر بأن التقسيم لا يمكن أن يكون خيارا بالنسبة العراق وبالنسبة المنطقة لأنه إذا ذهبت لتفتيت العراق فإن هذا يعني عليك أن تذهب لتفتيت إيراني عليك أن تذهب لتفتيت روسيا عليك أن تذهب لتفتيت شعودية لا أعتقد لأن المجتمع الدولي حاليا أو أدوات التأثير والقرار في المجتمع الدولي قادرة على أن تتخذ قرارا من هذا المجال في وقع الحال لمنفتحة العالم ينبغي أن يبقى العراق موحدة ومن هنا ومن هذه الزاوية نرى من عقد حتى الموطف المهريكي كان ينحج إلى عراق واحد من مرحلة فيها هذا واحد من محيثان في الولاد الذي بدأ وهذا هو شيء الجديد أن هناك مؤسسة البيت الأبيض التي أسعى الرئيس السرامب والذي هو لوحده يتخذ القرارات بأسلوب الجديد وأسلوب التغريدات بأسلوب الكتر وأن هناك الدولة دعني أسميها دولة العميطة التي هي حصيل التفاعلات المصالح الداخلية الأمريكية الممثلة بالتنتجون والممثلة بالغارة الخارجية والممثلة بالأجهزة الأمنية التي على رأسها الـ CIA أو منظمة أو مؤسسة الاستخبارات الوطنية والمجمع الصناعي العصري الذي هو حقيقة عصب الحياة في النسبة للسلوك المصطنوع الأمريكي خارج البلد من الجهة ودعم الرئيسي في الحجر الجمهوري الذي يمثل مصالح المجمع الصناعي العصري محطل تقع مصالح هذه الجهات تعمل من جهة والطريقة التي يفكر بها الرئيس الحالي دونالس من جهة أخرى هناك حقيقة بأن هناك اختلاف منذها دونالس بالمؤسسة الدينية الموجودة في إيران ليس لإيران سلسيان كما كان القرار مثل مجموعة المحاطرين الجدود التي كانت إراحة فيها وإراحة بولة كان أبدا الآن بالنسبة لها أبدا المستهدفين هو عملية المطلوب هو عملية تقطيع أجمحة المؤسسة الدينية الحاكمة على أمل على أمل أن يقوم الشعب بضغيات تترث ما لو نجحة هذه السياسة في وقع الحال ستمعك إيجابيا أطحن على ذرع إيران ذلك لأنها ستقطع نعم لأنها ستقطع أزنية حسنة المتحدة في الإيرانية والتي هي عبارة صدى للمصالح الإيرانية في الإيران هناك هناك مشاورات سرية يبادر بها ويكون بها السفير ربي في أبوش الرئيسي مع جعام المختلفة لكن أنا سنقف أن كل هذا في القالة الجاهز الذي أنه مالكة عملية سياسية ممثلة فيها هذه الجهات الكاسبة في وقع الحال والتي رات الشعب بها ذرعا وآخر من ضاقت ذرعا هي الحاظنة التي دقعت بهؤلاء إلى وجه السمتان في دين ما لم تتغير هذه المرة ما لم تتغير هذه المرة ما لم يتم الضغط بشكل ورئة من كده المجتمع الدولي تكل وليس الوضع للوحيد أي المجتمع الدولي تكل لكي لا تبقى هناك تغرأ أو أو نافذة يمكن لإيران ومصالحها أهم تتحرك أبرها وهنا لا بد أن يتقرأ على مستوى مجلس الآن طيب مثلا بالدول الخامس لدائمة أو لمقاربة جديدة للوضع في العراق لذلك لأنه لا يمكن الإقماد على أي السلطة يمكن أن يساعد التدخل أو المشاورات نعم دكتور را عبدالوها على محاولة عادة نحن علم أن نستذكر 2010 وكيف أن الولايات المتحدة اتفتت مع إيران على تقديم من دمر العراق مع بعض من يظهر إيش الزائد السابق نعم وتم التجاوز على حصة أفغان العراقية التي كان يتغل نعم الرئيس الحالي الدكتور علاوي الذي كان حقيقة هو الذي ينبغي أن يشكل الحكومة باعتداره تاحب الرقم الأعلى هذا هو الموقف هذا هو الموقف نعم علينا أن ننتظر إذا ما وصلت التباقرات والاحتجاجات لدرجة يتهم هذه العام العالمي منه ومجتمع الدول هي المحرك سأعود إليك يا دكتور عبدالوهاب وقبل الفاصل أعود أيضا إلى سيد شاهين محمد من ستوك هولم هاتفيا باحث والمحل السياسي هل تعتقد أن السلوك القادم الأمريكي تجاه العراق سيد شاهين ستكون له اليد الطولة في أشياء السياسية والعسكرية والاقتصادية بعد سنين كما قلنا من غض الطرف عن السيطرة الإيرانية داخل العراق الموقف الأمريكي هو الموقف القيادي في العملية السياسية في العراق والموقف الأمريكي هو الذي يجتمع لإيران أن تتغول في العراق وتقود المفاصل الأساسية وتشجع الميليشيات وتدير النظام السياسي وتحسر خيرات العراق كل ذلك بموافقة أمريكية فإذا ما غيرت أمريكا سياستها الاستراتيجية بالعراق سيكون الدور الأمريكي الإيراني بالتأكيد يتقلص لكن لا زالت المصلحة الأمريكية هو في الدور الإيراني الذي يلعب دور أساس مهم في تمزيق الإيراني وإضعاف النسيجي الاجتماعي العراقي وهذه من أهداف الأمريكية الأساسية الاستراتيجية التي هي تكون ضمن استراتيجية الفوضى الخلاقة هذه الفوضى لا زالت أمريكا ملتزمة بها وأمريكا لا يعنيها من يكون رئيس الوزراء كان إيراني أو يكون من أي بلد آخر أو من أي طرف آخر أو من أي جهة المهم يحقق لها أهدافها في الفوضى الخلاقة لم تعلن أمريكا لحد الآن تخليها عن هذه السياسة لذلك نحن لا نفض أو لا نعترف أن أمريكا ستغير من النظام أو هي خارج اللعبة أمريكا هي التي تفود اللعبة وهي التي تسمح لهذا الطرف الإيراني بالسيطرة على منافذ السياسة العراقية بكل أجزاء وهي التي تسمح أصلا هناك اتصالات أمريكية مع هذه العامري شخصيا لضبط الإسلاحة العراقية باتجاه مصالح أمريكا فأمريكا ليست متخلية هذه معلومة جديدة هي تقودها يعني معروفة أن أمريكا تدعم العبادي هذا في العلم هذا في العلم العبادي من هو العبادي العبادي جزء من الحزب الدعوة الذي يشكل أساس في تطبيق السياسة الأمريكية الأمريكية أكثر من الإيرانية نعم في التركيب في التركيب الطائفي للعراق الحزب الدعوة هو الذي يتبنى عملية ترهيب العراقيين باسم الطائفة الحزب الدعوة هو الذي ساهم ويساهم في قتل العراقيين لم يقتل العراقيين غير حزب الدعوة بقيادته للسلطة هذه هي المشكلة الأساسية الأمريكية أمريكا لم تتخلى عن مشاريعها لحد الآن أمريكا هي التي توافق على قتل الإراقيين وبأيدي إيرانية ولا تعتبر أن إيران هي التي صاحبة المبادرة إيران أمريكا هي صاحبة المبادرة وهي صاحبة المشروع السياسة في الإيران نعم سيد شاهد محمد أرجو أن تبقى معنا وتبقوا معنا مشاهدين الكرام على فاصل قصير ثم نعود اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من تحت الضوء من الرافدين والتي تتحدث عن السياسة الأمريكية تجاه العراق بعد التظاهرات سيد شاهد بعد هذا التطور الحاصل في التظاهرات الشعبية التي يزداد كما نرى سقف مطالبها البعض يطالب ورأيناه عبر شاشة التلفاز بتغيير هذه العملية السياسية الفاسدة التي جاء بها المحتل الأمريكي من أجل ذلك هل سيستمر دعم الأمريكي برأيك لدعم هذه الحكومات الفاسدة؟ صراحة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أعلنت عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمتظاهرين لكن في نفس الوقت جدت الدعم للحكومة العراقية وقال لدينا علاقات قوية مع الحكومة العراقية أنا أعتقد أن موضوع تحرير السريع للموصل الذي خلف تدميرا كاملا وأيضا التخلي عن إقليم كردستان العراق في موضوع الاستفتاء كان لتقديم صورة جميلة عن العبادي حتى ينتصر في الانتخابات حتى يتم التعويل عليه في تقليل النفوذ الإيراني داخل العراق ولكن عندما رأينا أن العبادي لم يستطع أن ينتصر في المرتبة الأولى في الانتخابات وكان في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية قد تفكر بخيارات بديلة لهؤلاء الموجودين في العراق أنا أريد التحدث عن بعض الأمور التي حصلت في العراق تجعل من المشاهد يرى أن هناك فعلا ترتيبات أمريكية لعراق جديد يكون هناك مركزا لإضعاف إيران أو لضرب إيران مستقبلا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة زار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية في زيارات السابقة كان يلتقي بالمسؤولين الثقافيين في هذه الزيارة يلتقي بالمختصين بالشأن الإيراني داخل إدارة الأمريكية قبل أسبوعين في عملية لهذه الجماعة تم قتل 20 أصر من الحرس الثوري الإيراني على حدود كردستان وإيران في مدينة ماريوان وراءها في هذا الأسبوع أيضا وفد سعودي اقتصادي سعودي زار أربيل والصحف الإيرانية وخاصة قناة العالم هاجمت هذه الزيارة واعتبرتها بتوجيه الولايات المتحدة الأمريكية لتقليل النفوذ الإيراني وخاصة في منطقة السليمانية التي تحتكرها الاقتصاد والسياسة الإيرانية الموجودة تغيير طبعا رأينا وضع حجر الأساس لأكبر قنصلية أمريكية في أربيل أكبر قنصلية أمريكية في أربيل كان القنصل السابق اسمه كيم كروس مختص في الشأن العراقي القنصل الحالي الذي الولايات المتحدة الأمريكية اعتمده اسمه ستيفن فاغن مختص في الشأن الإيراني وهذا قد يكون دلالة على التوجه الأمريكي القادم نحو التركيز على ضرب إيران أو التركيز على إيران من العراق أو يتخذ العراق مركزا لهذا العمر خصوصا العقوبات بعد ثلاثة أشهر الآن هناك انهيار جديد للعملة الإيرانية نحن نرى أن أغلب المتحدثين السياسين الخرارة الاقتصادين يرون أنه لا داعي أصلا لهجوم أسكري على إيران إذا استمر انهيار العملة داخل إيران هذا قبل حتى ثلاثة أشهر من بدء تطبيق هذه العقوبات طبعا وبالتالي هناك تحركات طبعا القنصلية الأمريكية سوف تتهي أعام 2022 ليس الآن ولكن هذه التحركات يأتي جميعها في السياق واحد تحجيم النفوذ الإيراني داخل العراق فالولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها بعدما أدركت أنه لا يمكن التعويل على العبادي لتحجيم النفوذ الإيراني أيضا البعض علق الآمان على مقتدى الصدر وكان لديه شعارات وطنية ولكننا رأينا أنه تحالف أيضا مع الميليشيات وهي الميليشيات إيرانية وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا الأمر لا يمكن التعويل على الانتخابات كوسيلة للتغيير يجب اتخاذ وسائل أخرى لتقليل النفوذ الإيراني وهذا سيتحدث في المستقبل القريب أنا أعتقد دكتور عبدالوهاب القصاب من واشنطن بعض المراقبين للشأن العراقي ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمدت إفشال ما يسمى بتجربة الإسلام السياسي في العراق منذ عام 2003 بجلب مرتزقة إيران الموالين لأمريكا طبعا وبالتالي فالعراق الآن مهيئ لتقبل صعود العلمانيين خصوصا بعد هذه الاحتجاجات التي رفضت الإسلاميين الذين حكموا للعراق حاليا ما رأيك بذلك؟ القبول بهذا الطرح يعني القبول بما يسمى والتشارة في منطقتنا عموما نظرية المؤامر وهي حقيقة نظرية المؤامر هي واحدة من أدوات تحديد الفياس الزوجية لكن أنا أشعر حقيقة أنا أشعر بأن الولايات المتحدة محكومة بوجودها في العراق بمعامل العوامل التي بإمكاني أن نعديدها سريعة منها السبب الأول الذي أنا أعزوه أو أعزوه في خطاق الملكة في العراق في المنطقة عموما السبب الأول هو الذي أشرته إليك في بداية حديثي وهو التفكير ضمن القوالب الجهد أي أن هناك عملية سياسية هناك انتخابات هناك أحزاب تفوق إذن ينبغي أن تكون هذه العملية سياسية التي بشرت فيها لله المتحدة في عهد بريمر عند العاست أو المحاصدون الجديد طالما هناك عملية سياسية ومثلت صندوق يتم الانتخاب أدله إذن ينبغي أن تدحمها للعملية السياسية وأن الإخطاق أو تحذي اليد عن دعم هذه العملية السياسية يعني إخطاق الهات المتحدة في مهمتها في العراق في أكريم الساعة وهي حقيقة واقع هذا واحد السبب أول السبب الثاني كما قلت أن المندوب أو المندوبين الذين يبعثون إلى العراق من قبل الإدارة الأمريكية اللي بيرنا أقول بأنه يتم احتواءهم يتم شراءهم يتم أي شيء أرد أنهم عديمي تفائل لأنهم يعملون ضمن دائرة كما قلت الطوال بتجاهز هذه اللي تجاهز فتكون مجموعة المخترقات التي يقدمونها الإدارة الأمريكية معلومات خاصة من ضمن هذا يعني رأينا الإدارة الأمريكية دعمت دعمت أولي المالكي وإخطاءات أولي المالكي واضحة اللي تكن قد اتضحت في الأربع سنوات الأولى تمها اتضحت في الأربع سنوات أخوانية وإنها اتضحت أكثر في عام 2014 من نصر تم اشتياح حوالي نسط العراق من قبل داعش إذن هنا هناك خشور حقيقي وأن الولايات المتحدة لا زالت أثير بهذا خشور هذا السبب الثاني السبب الثالث أن الحوارات التي تقوم بها الولايات المتحدة المعنى منها على الأقل هي حوارات مع نفس وجوه التي يؤشر إجراء لها بلبنان لأنها سبب الإخطاء في العراق هذا أيضا السبب الثالث والسبب الرهي أن هناك تقلم وجودا أمريكيا حقيقيا موجودا لكن هذا استخد وهذا الوجود استخدم في محطات معينة بإسناد الميليشيات الإيرانية أو الميليشيات الشيعية المدعومة من كذب الإيران والتي يقودها قاسم سليماني الغريب عن الإيران وقدمت وقدمت لها الدعا وأسمت لتدمير حواضر ومدن عراقية عريقة وقديمة وتقيلة السكان حقيقة المدن التي تم تدميرها هي من أفضل المدن العراقية سكانا يمكنني أن أشير رئيسي إلى الموصل أو أشير إلى سلوجة ثم أشير إلى رمادي وأشير إلى الدبي هذه مدن تقيلة حواضر حقيقية موجودة في العراق تمثل تقيلة المجتمع الإيرانية من كفة تقيلة تمثل المجتمع الإيرانية 40% على الأقل يغل هذه الصورة هل القنون هل الولايات المساعدة دائرة بتجي الدفع باتجاه تغيير ألا أنا قد محفلة التقاعد بينما يفكر به مؤسسة الرئاسة الأمريكية وما تفكر به مؤسسات الدولة العنيفة هو الذي سيقرر شكل السلوك الأمريكي تجاه العراق والعامل الحاكم هو أن تتجاوز الاحتجازات والتظاهرات فقط لا رزع في علاقتها مع الميليشيا والأحجاب في أي الحاف من جهة ومع مجرعية النجاح من جهة بالأخرى نعم إذن سيد شاهين محمد من هنا نقول ونسأل كيف تقرأ التظاهرات الاحتجاجية في العراق بين العوامل الداخلية والصراع الأمريكي الإيراني سيد شاهين محمد من سوكون تتجاوز المطالب الخدمية الظاهرة هو لإحراج الحكومة التي تدعي أنها جاءت لحماية هذا المكون وبعدين كل عوامل التأجيل والتخدير انقشعت فبقي أمام الحكومة إلا تنفيذ وعودها للناس هذه فشلت فيها الحكومة فأصبحت مطالب الناس إحراج للسلطة وهو تتضمن أيضا تغيير في السلطة شامل لما يطلبوا الإراقيين بخلال شهر أو خلال أسبوعين أو ثلاثة يجب أن تنفذ هذه المطالب هذه طالبات الحكومة تعتبرها طالبات تعجزية غير قادرة عنها لأنها لم تستطع توفيرها خلال 15 عام فكيف أن توفرها بخلال شهر هذه المطالب هي تتضمن أصلا هي إسقاط العملية السياسية برمتها وأما ما توافق مع الخلاف الإيراني الأمريكي إيران بطبيعة السايكولوجية هي تحاول أن تجد لنفسها ظل في كل مكان تحاول أن ترى نفسها في كل حدث هذه سايكولوجية فارسية يعني تلتزم بها الحكومات قبل شعوبها هذه المشكلة الإيرانية إيران بعيدة عن أحداث الجنوب وإنما هي حاول أتحاول أن تغطي نفسها على أنها هي الدولة المؤثرة الساحة وهي المؤثرة على الأحداث وهذا غير واقعي أن المطالب العراقية هي مطالب صميمية تخص مستقبل الشعب العراقي مستخص أبناء هذه المناطق التي تعمقت فيها الجروح من القتل والجهل والمراض وكل مساوء وكل مساوء كل مساوء العملية السياسية ظهرت على أبناء العراق لذلك هذه المظاهرات ليست عفوية وليست بمطالبات للاهداف قدمية وإنما تتضمن إسقاط العملية السياسية كاملية كاملية وهذا ما وما سينتج عنه هو حتما سراء لتغيير السلطة في العراق وإجبار الإدارة الأمريكية على التنازل عن هذه العملية السياسية نعم سيد شاه هل تتفق مع ما قاله سيد شاهين بأنه بالتالي بالمحصلة ستكون نتيجة هذه التظاهرات أن تستمر بوتيرة أعلى حتى إسقاط هذه الأحزاب والعملية السياسية التي جاء بها المحتل الأمريكي والذيل الإيراني وكما تعلم إحراق صورة الخميني والخاماني والاعتداء على مقار الأحزاب والقوى السياسية والفصال المسلحة والميليشيات الأخرى كله مؤشر واضح على الرفض الشعبي للنفوذ الإيراني وهذا التسلط الأمريكي على الهرق بلا شك الأسباب أصلا الأسباب التي دفعت المواطن لقروج كلها أسباب واقعية وشرعية ولكن إلى الآن لم تصل إلى أن تتوسع بطريقة تشكل خطر حقيقي على النظام السياسي يعني إلى الآن نرى أن محافظات لنقل السنية تعاني نفس المشاكل التي يعاني منها محافظات الشعية ولكن هم يخشون من تهمة الداعش طبعا مجلة غربية تقول هذا الكلام تقول المواطنين يشعرون بنفس النقص ونقص النقص في الخدمات والظلم والفساد ولكن لا يستطيعون أن يخرجوا ليطالبوا بحقوقهم نحن نرى أن تم اتهام المتظاهرين في المحافظات الجنوبية بأنهم تابعين لداعش أو البعث أو أياد خارجية فكيف بالمحافظات السنية فما بأولا يتهمونهم بكل الاتهامات بالإمكان بإمكان هذه الأحزاب الموجودة ومن خلال خبرتها أن تستخدم المظاهرات لتصفية حسابات أو ضرب بعضهم بعض يعني الآن خلال المظاهرات هناك مشاورات لكيفية تشكيل الحكومة لكيفية توزيع الحصص داخل بغداد وبالتالي بين أطراف السياسية وبالتالي هؤلاء لا يهتمون بالمظاهرات بقدر ما يهتمون توجيهها لضرب طرف معين وهذا الأمر المتظاهرين هم الذين يقررون هل سينجح الأحزاب الموجودة في استغلال الحراك الشعب الحالي لمصالحهم وتصفية حزاباتهم الحراك الموجودة الآن انخفض وطيرته وقبل بالوعود الإغرائية والوعود التخديرية لحكومة العباد والأحزاب فهذا يعني أنها كانت فورا واستغلها بعض الأحزاب وانتهت ولكن إذا استمرت وتوسعت بشكل أكبر وزادت مطالبها خاصة بعدما تم مواجهتها بالقمع والرصاص الحي إذا زادت مطالبها وتوسعت الرقع الجغرافية لهذه المظاهرات فحينها سيشكل خطر حقيقي وحينها سوف تخرج حتى معاملة السلطة يكون بشكل مختلف وبشكل قمع ستتعامل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي معها كما قال دكتور عبداللهاب بشكل جدي بلا شك دكتور عبداللهاب بالقصاب بالتوازم مع الدور الأمريكي أيضا دفع الوضع داخل العراق المتشضي القابل للانفجار في أي لحظة دفع دولا عربية للبحث عن أدوار كانت ممنوعة من تدياتها منذ عام 2003 العمل على تقليل الدور الإيراني في العراق ما تقيمك للدور العربي المدعوم أمريكيا تجاه العراق حاليا خصوصا بعد هذه الاحتجاجات ولو سمحت بدقيقتين تفضل دكتور عبداللهاب بحجالة يعني أحيضي إلى نفس البروحة الأساسية التي قلت أن هذه الجهات العربية تتحدث مع من تتحدث مع الوجيوب التي في حقيقة أسطورة في الإيراني لو تتبصر الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولة تحديدا والإمام المساعدة لو تتبصر أنها الصورة هي واحدة يعني أنسفاد مستشري نجده في كردستان نجده في المناطق الغربية ونجده في الجنوب كافة الممثلين لهذه الجهات الموجودين سواء في الكرلمان أو في الحكومة هم شركاء في الفساد من قطع النظير الموجود على الأقل عملية بعض وزير الكهرباء يعني حقيقة جاءوا على شخص تكنقراط مجرد لكنه مكبل اليد يعني إذن أنا أشعر بأن حتى الجانب العربي الذي يصن خاليا ومثلا بسعودية يعني سان طبعا قبل كم يوم في أمان واجتماع واجتماعنا هناك حلف أمريكي عربي نعم نعم غازل وجوه أم أنا لا أرى أنه نحن هذه الخيرات نحن طيب سيد نحن بغي أن أتوصل إلى الاتجاهات الحقيقية التي رأينا عن العراقي بغض النظر عن الانتماء الطائفي بغض النظر عن الانتماء الفي أي بغض النظر عن الانتماء الأسمي العراق هو العراق واحد يعاني من نفس المجاتور ويعاني من نفس الطاومة الحاكمة التي تسلطت عليه عام 2000 الثلاث الذي يريد أن يحل نظر العراق عليه أن يتقدم أو يتصرب مع عدة الزعامات قد تبرجوا هذه التظاهرات اتجاه الشباب واضح الشباب تجاوجوا حدود المعقول بالنسبة للطاومة فيها الحاكم نعم وإذن على من يريد أن يصلح الوضع في العراق أو يساهم في الوضع في العراق أن يبحث عن مجيو حقيقية أن تمثل مطالح المجتمع العراقي والشعب العراقي لكل أمين وسلم نعم خيرا سيد شاهين هناك مساعد لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد برعاية واشنطن مع دول خليج ومصر والأردن لتصدي لتوسع الإيراني في المنطقة ما جدوى هذا الحلف العربي وتثيره في العراق بعد هذه التظاهرات دقيقة معك هذا التحالف يتمحور ضمن إطار المصلحة الاستراتيجية الأمريكية وإذا ما لم تتحقق المصالح الاستراتيجية الأمريكية من هذا التحالف فلا جدوى له بالنسبة لأمريكا وأمريكا إذا ما اتفقت مع إيران على كثير من المطالب فلا يكون هناك جدوى لهذا التحالف وبعد ذلك لم تسمع أمريكا لهذه الدول العربية المتحالفة لتحقيق أي شيء ولم يذكر اسم العراق من هذا التحالف ولا العراق هو هدف لمثل هذا التحالف فلذلك أن التحالف يدور في المصلحة الأمريكية وهناك احتمال كبير أن تتفق إيران وأمريكا وبالتالي حتى المصالح هذه الدول المصالح الأمريكية في هذه الدول تكون في خطر من إيران وإيران مستعدة أن تعمل وتتنازل عن كل شيء بسبيل أن يبقى لها الدور في المنطقة ولا أعتقد أن لهذا الحلف تأثير إيجابي على العراق ولا حتى على البلدان هذه العربية أن تقف مع العراق بالتحالف عربي حقيقي صادق خارج عن الأهداف والمشاريع الأمريكية أشكرك شكرا الجزيل من ستوك هولم سيد شاهد محمد البحث والمحل السياسي العراقي وأشكر وكذلك شكرا الجزيل من واشنطن دكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث وأشكر ضيفي في الستوديو سيد شاهد القارداغي البحث متخصص في الشأن العراقي شكرا لكم مشاهدين الكرام لحسن المتابعة وإلى اللقاء